اقرأ لي تقدم لكم كتاب ذلك المريض تأليف إيلين ديفسر ترجمة نهال نور تحرير إيزي سعشور ومراجعة لغوية فاطمة محمود صادر عن دار العربي للنشر والتوزيع بصوت إسلام عادل ذلك المريض عن مرضى غيروا حياة أطبائهم إلى الأبد كتاب من هولندا مقدمة كانت جنازة زوج شقيقتي في ظهيرة يوم مشمس في شهر فبراير أحد تلك الأيام التي كان ليحب فيها أن ينطلق على درجته ذات العشرة سرعات في الغرفة المزدحمة كان هناك طبيب أورام حزين أخبرني أنه استأذن من عمله ظهيرة اليوم كي يأتي ليؤدي واجب العزاء في مريض أصبح صديقه وأنه تعلم منه الكثير أدهشني تعليقه فمن المعروف أن المرضى يتعلمون من أطبائهم لأن الأطباء يكررون على مسامعهم أسباب المرض وطرق العلاج طوال الوقت لكن هل العكس صحيح؟ هل يمكن أن نجد أطباء من حولنا تشغلهم ذكرى أحد المرضى؟ أو لهم مع مريض ما قصة لن ينسوها طيلة حياتهم؟ ألهمت تلك الفكرة سلسلة من الأعمدة التي نشرت في صحيفة دي فوليكس كرانت الهولندية في صيف 2017 أطباء يتحدثون عن مرضى تركوا علامة في حياتهم وعلموهم دروسا قيمة حينها كانت مجرد ملء لمساحة شاغرة في الصحيفة نعية الكتابة التي تحتاج إليها الصحف لملء أعداد أشهر الصيف التي لا تقع فيها الكثير من الأحداث فكنا ننوي نشر ستة موضوعات فقط ظننا حينها أنه من الصعب أن نجد ستة أطباء على استعداد لمقابلتنا وحكي قصصهم الشخصية ولكن كان العكس صحيحا تحمس الأطباء إلى المشاركة وتذكر معظمهم بالضبط من المريض الذي أراد التحدث عنه من أول واحدة امتدت تجربتنا قصيرة المدى لتصبح عامودا أسبوعيا منتظما وبعد فترة بدأ الأطباء أنفسهم يطلبون مقابلتنا وخلال زمن قصير وسعنا دائرة الاختبار لتشمل الممرضين والأطباء النفسيين كذلك حتى إنني تواصلت مع قابلة وأخصائي اجتماعي طبي قليلا ما كنت أعرف كيف ستسير المقابلة قبل بدايتها فمثلا أذكر مقابلة صباح يوم اثنين ملبد بالغيوم من شهر إبريل حين رسمت طبيبة شرعية شابة صورة لشروق الشمس البطيء على حقل قمح بجواره ضفة نهر وطريق على هذا الطريق كانت قد أكدت الطبيبة لتوها وفات شاب يقود دراجة بخارية بعد المقابلة بمدة قصيرة خرجت وكلي ذهول وصدمة وحدي وسط صخبي وضجيج شوارع أمستردام وكأن شيئا لم يكن يحتاج الأطباء والممرضون إلى نوع فريد من المشاركة الوجدانية في أثناء ممارسة مهنتهم فهم يهتمون بأمر مرضاهم لكن يجب عليهم الاحتفاظ بمشاعرهم بعيدا خلف حاجز يحميهم من العبء النفسي الرهيب بسبب طبيعة عملهم ولكن هناك مرضى ينجحون في اختراق هذا الحاجز وهم الذين يلمسون مشاعر أطبائهم بطريقة ما ويشكلون أفكارهم وأفعالهم هذا ما يريد مقدمو الخدمة الصحية مشاركته قصصا يعترفون فيها بنوع من أنواع الضعف هذا الضعف الذي أذهلني على مدى أسابيع لم يعد التعبير عن المشاعر علامة على الضعف في عالم الطب منذ سمن تقول الكاتبة والمحررة والطبيبة الأمريكية دانيال أوفري في كتابها ما يحسه الأطباء كيف تؤثر المشاعر على ممارسة الطب والدكتورز فيل إن جودة الخدمة الطبية تتأثر كثيرا بمشاعر الأطباء لا يتعلم الأطباء فقط من خلال ممارسة الجوانب الطبية والفنية بعملهم بل أيضا من خلال خبراتهم على المستوى الإنساني وكما يقول أحد الأطباء نتعامل مع المرضى عن قرب شديد خلال فترة فريدة وغالبا مرهقة نفسيا في حياتهم وهذا يدفعنا إلى التفكير فيهم شئنا أم أبينا مهنيا يجب على أطقم الأطباء والتمريض التحلي بنمط فريد من أنماط المشاركة الوجدانية فبينما يسهرون على رعاية مرضاهم يلزمهم تحييد مشاعرهم تحصينا لهم من الوقوع في براثن الانهيار المعنوي والحسي خلال ممارسة عملهم على أن هناك من المرضى من ينجح في اختراق ذلك الحصن الوجداني يتسنى له التفاعل مع طبيبه والتأثير في مشاعره بطريقة أو بأخرى بما يصل به في نهاية المطاف إلى مقدرة على توجيه أفكار الطبيب وتصرفاته حياله هنا نصل إلى ما يرغب مقدم الرعاية الصحية في البوحبه إلى آذان مصغية إنهم يتوقفون إلى حكي تجاربهم التي كانوا فيها الطرف الأضعف مهنيا في تعاملهم مع المرضى وهي الحالة التي لا تنفك تدهشني أسبوعاً تلو الآخر لقد ول الزمن الذي كان فيه الإفصاح عن حقيقة المشاعر نقيصة في حق من يعمل في مجال الطب وفي كتابها ما يحسه الأطباء توضح لنا دكتور دانيال أوفري رأيها في أن لمشاعر الأطباء دوراً مؤثراً للغاية في مستوى وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى فلا تقتصر تجارب العاملين في المجال الصحي على ممارسة الجوانب الطبية والمتخصصة لمهام عملهم بل تتجاوز ذلك إلى ما يكتسبونه من خبرات إنسانية وكما قال أحد الأطباء نتواصل مع مرضان على مستوى بالغ العمق وفي ظل مرحلة مصيرية من حياتهم حيث تعتمل في داخلهم مشاعر متفردة وعميقة جداً في تجربة تدفعنا إلى التفكير والتأمل فيها ملياً شئنا أم أبيناه شعر قراءنا الهولنديون وكأن هؤلاء المخلوقات المتحفظة ذوي المشاعر الباردة والمعاطف البيضاء أتصار أكثر وداً على مر الأسابيع كتبوا لنا عن مدى تأثرهم بصراحة الأطباء وبأهمية الدروس التي تحدثوا عنها وأنهم ينتظرون قراءة العمود كل أسبوع أرسل إلينا أحد الشعراء كلمات على لسان أحد الأطباء النفسيين وعربت سيدة عجوز عن دعمها لطبيب حديث العهد تحت التمرين لخطأ ارتكبه واعترف لنا رجل أنه انتحب في أثناء تناوله وجبة الإفطار بينما قرأ قصة لأحد أطباء الأورام بعد بضعة أيام من نشر قصة إيروين كومبانجي أخصائي الأخلاقيات الإكلينيكية والتي كانت عن وفاة شابة في المستشفى منذ عشرين سنة تواصل معي صديق المريضة في ذلك الوقت أرسل إلي صورة إيرما فتمكن من إضافة الصورة إلى قصة تلك المريضة التي كتبت عنها حالفني الحظ لحصولي على بضع لمحات أخرى من وراء كواليس كهذه مثلا قرأ أحد مرضى أخصائي الجهاز الهضمي الدكتور يوست درينيث قصة طبيبه عنه عندما نشرت بينما كان على فراش الموت بمستشفى الرعاية في مرحلة الاحتضار خاطب المريض طبيبه حينها وقال أنت شجاع يا يوست ولا تترك مرضىك أبدا دون تحقيق أهداف العلاج يحكي هذا الكتاب قصة هؤلاء الذين منحوا أطباءهم الفرصة لكي ينضجوا ويتعلموا على الصعيد المهني والحياتي وعلى صعيد معرفتهم بذواتهم أردت أن أضم بعض القصص من أطباء بريطانيين وأمريكيين إلى الطبعة الإنجليسية ودهشت ثانية وأسعدت استجابتهم وحماستهم عندما أخبرت طبيب الحوادث كريم بروهي بهذا ودهشت ثانية وأسعدت استجابتهم وحماستهم عندما أخبرت طبيب الحوادث كريم بروهي بهذا رد قائلا إنه لدى كل طبيب في العالم قصة ويشرفني أن أحكي قصصا أكثر عن هؤلاء الأطباء في الصفحات الأخيرة من هذه الطبعة تتحدث الكثير من قصص الأطباء في هذا الكتاب عن الموت الرحيم هو قانوني في هولندا على عكس المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية يحق للأطباء الهولنديين مساعدة المريض على إنهاء حياته بناء على طلبه هذا بعد إجراءات فحوصات لازمة محددة ومنها تقييم معاناة المريض والتي يجب أن تكون غير محتملة وأن تكون الحالة ميؤوسا منها وبعد أن يؤكد هذا طبيب آخر مستقل غير طبيب الحالة إذا تم الالتزام بهذه المعايير تنتفي مسؤولية الأطباء القانونية عن الوفاة ولا تتم محاكمتهم 4% من حالات الوفاة في هولندا تعود إلى الموت الرحيم موظم المرضى الذين يلجأون إلى هذا الخيار هم مرضى في المراحل الأخيرة من السرطان